اشتركوا في القناة القضياتين يعني بعيدات عن بعض كل قضية تتحدث عن شيء لكن بالنتيجة يعني مخرجات هذه القضية وهذه القضية تلتقي وتصب في مجرى واحد اللي هو مجرى خراب العراق وسنعرف كيف ذلك قضية الأولى حقيقة تتعلق فيما يسمى بحديث ما يسمى مستشار الأمن القومي في حكومة ميليشيات الإطار حكومة حمد الشيعة السوداني تحدث قبل أيام عن عودة ملايين العراقية من الخارج الله أكبر لماذا عادوا هؤلاء؟ قال لأنه سلم الأهلي تحقق بالعراق الآن وضع مسيطر عليه الأمن مستتب حتى سلاح العشائر سيطرنا عليه وكل شيء وردي بداية كل من سمع هذا التصريح كل من شاهد تصريحه يعني يعتبره من الهذيان وهو واقع الحال جزء ابن الهذيان والذي يدل على هذا الهذيان وهذا الكذب أنه الآن قوائم كل الدول الأوروبية قوائم الممتحدة قوائم الهجرة في الدول الأوروبية كلها العراق من بين الدول الأساسية التي شعبها يطلب الهجرة خذ كمثال ألمانيا تعدثت قبل أياما من هم أكثر الشعوب طلبا للهجرة إليها وتوطين فيها يعني أخذت جنسيتها من هم الأفغان أولا السوريين ثانيا العراقين ثالثا الأمم المتحدة بين الدول الخمسة الأكثر طلبا بين الشعوب الأكثر طلبا للهجرة والتوطين مشعب العراقي بين الدول الخمسة وهكذا بالنسبة الدول الأوروبية قد يكون عادت عائلة عائلتين ثلاثة خمسة عشر عوائل عادت من هنا وهناك بسبب غروفها الاقتصادية بسبب يعني فقدان المعيل أسباب خاصة جدا جدا والطرارية اضطرتهم إلى العودة إلى العراق هذا لا يعني الملايين هذه الكذبة الكبيرة وإلا أين هذا السلم الأهلي والصراعات على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكل اتجاه مشتعل وين هذا السلاح العشائر اللي سيطرت عليها والعشائر يومية في خصام وقتل واستخدمون حتى الأسلحة الثقيلة حتى دبابات ويند تحدث انت تتحدث بالفراغ يتحدث مع الشعب فاقد عقله ما هذا الشعب العراق هذا الشعب الذكي الشعب الواعي الشعب الذي يرى كل شيء والشعب يصابر عليكم عشرين سنة فكيف يمكن يقبلوا بهذا الهياء يعني هذه في سنوات معينة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأمريكا كانت تحدث مع حكومة المالكي وغيره كانت يقولون أن العراقيين بالخارج يضغطون على كثير من الكلام دعنا سمع وجود العراقيين كثير هجرة فاضطر المالكي وغيره أن يذهب إلى حكومات معينة لدول معينة يضغط عليها اقتصاديا تحتاج إلى معونات اقتصادية وكثيرا لكي يضغطوا على المواطني العراقي اللي يأودوا البعض من عندهم عاد مضطرا البعض والبعض الآخر وجد لطريق آخر للذهاب إلى بلدان أخرى والبعض منهم للأسف الشديد بسبب الضغطات التي تعرضوا لها في بعض البلدان ركبوا البحار وكثير من عندهم غرقوا في البحار بسبب هذه الدعاوى الكيدية نحو بعض بعض الإحصائيات تحدث عن عشرة ملايين عراقي بالخارج خيرة الأطباء العراقي خيرة المهندسين خيرة الكفاءات خيرة الأساتذة خيرة المعلمين خيرة خيرة العقول الإعلامية والاقتصادية والسياسية في الخارج كيف يمكن أن يعود لبلد مشدت مدمر مخرب هذه يعني تتقنعون العراق سوى المولات ومطاعم أن العراق عاد إلى وضعه والبطالة يعني تأكل ثلاثة أربعة الشعب العراق كل قلوة العاملة بطالة وعاطلين عن العمل ولو ضع المادية في أسوأ حال تعتقدون أن إنشاء هذه المولات هذه ليست جديدة هذه يعني مونتغ ترعتوها العراق بالأربعينات كان أول البلدان في الشرق الأوسط كلها عندها مولات كان أوريس ديباق وكان حسون أخوان وفقيرين مولات هذه كانت كانت موجودة في العراق كان مفت قضية وهذه لا تعني شيء في حسابات التنمية وحسابات نهوظ بلد البلد مفتوح على مصراعي أسواق تغزوها كل الوضايا العراق لا ينتج شيء يأكل مما ينتجه الآخرون ويدفع فلوس وفلوس حتى الغاز ماله والكهرباء مالك يدفعها لإيران وغيرها هذا وضع العراق تحدث يقول الشراكة متحققة في العراق في الحكم بالعراق أي شراكة من يخالفكم من ينتقد إيران يعني يختفي تغيبونه وصراعات مستعرة بين القوى هذه وشراكة أي شراكة حوارات وطنية هذا حوار الطرشان قضية يعني حقيقة سيطرت هذه الحكومات وهذا الكلام هذا الهذيان هذا يعني لا يمثل لا دين ولا عرف ولا مذهب هو يقول أنه الآن الوظائف إحنا من راعي بها لا مذهب ولا دين ولا ولا عرق بل ننظر إلى المواطنة أي مواطنة الوظائف كلها محجوزة لجهات معينة وتصارعون عليها والأحزاب كل حزب لديه موظف صغير يتعين بواب في مؤسسة معينة يجب أن يكون تابعا لحزب الفلاني والحزب الفلاني هذه الكذبة على من تتكلم بها عيب هذا الكلام وضعت يعني وزراء تابعين لميليشيات وشكرت حكومة من ميليشيات أقلية لا يمثلها العراق والعراقين منتخبهم 85% من العراقين قطعوا الانتخابات وسميته حكومة تعبر عن إرادة العراقين هذه القضية الأولى القضية الثانية أن البنك المركزي في العراق يعني تابعت خلال يوم مثلا يوم كانت مبيعات 165 مليون دولار في يوم واحد ويوم آخر اقتربت من 300 مليون أو أكثر مليون دولار أقصد وبنفس الوقت الأجهزة الحكومية تجبر المواطنين والتجار على التعامل بالدينار العراقي نعم أنت تحترم العملة مالتك ماشي بس لماذا أنت تبيع كل هذه المبالغ بالدولار تنزلها للدولار بيد هؤلاء الذين تابعين لهذه الجهة والتلك الجهة وعدهم بنوك وعدهم مصارف خاصة ويهربوها للفلوس وتجبر المواطنين على التعامل بالدينار العراقي هم شاهدوا أن الدينار العراقي رغم كل الإجراءات الدولار يزداد ورجع 1470 دينار لكل 100 دولار يعني يعني الدولار بواحد 1470 دينار فهم يريدوا بأقل من هذا وحددوا يعني سقف معين والبنك يبيع بسقف معين لذلك يريدون يجبرون معارض السيارات والتجار والمعرف من التجار الصغار لكن التجار الكبار الشركات الكبيرة التابعة لأحزاب هذي تأخذهم الدولار والصرف والتبيع أنت إذا مبيعاتكم بهذا الشكل من الدولار لاتجبرون الناس على الدينار إذا قادرين بهذا الشكل هذه قضية كبيرة وهكل معالجاتكم خطأ ودلت أن الخطأ الآن تستخدمون القوة القصرية لإجبار المواطن على وهذا سيؤدي إلى عكس ما تعتقدون أنه سيتحقق سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار بالسوء أكثر سيؤدي إلى الذهاب إلى الغرف المظلمة الآن يعني الضيقون على المواطن سيذهب إلى المؤسسات المظلمة وشوارع المظلمة ونفس القضية وبالتالي القضية التي نتحدث عنها تصوب في خراب لما أقول لكم أنها تصوب في خراب العراق هؤلاء هكذا يفكرون في الناحية الاقتصادية وفي الناحية السياسية والاجتماعية يكذبون ويلعبون ويتصرفون بهذه الطريقة لأنهم ليسوا رجال دولة مع الأسف الشديد العراق يعاني منهم معاناة شديدة ولو حسبت كل هذه التفاصيل الصغيرة والكبيرة يعني لظهر شكل هذه الكارثة التي حلت على العراق منذ عام 2003 لحد الآن بشكل مهول لا يمكن اهتمالا وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم